السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم في فيديو جديد فضلا وليس عملا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد اليوم إن شاء الله سنتحدث في هذا الفيديو عن طريقة تسجيل في سلك الماستر بجامعة ابن طفيل كلية العلم القانونية والسياسية بالقناة طيران موسم 2022-2023 قبل منطلق شرح طريقة التسجيل لا بد أن نذكر لكم يعني بالمصدر لكينين وكذلك الوثائق اللي ستحتاجون ثم آخر أجل للتسجيل إذن حاولوا نقرأوا هذا الإعلان كما تلاحظون بالنسبة للمصدر لكينين مصدر ميهن القانونية والقضائية الإجازة في القانون الخاص ثم مصدر قانون العقار والأعمال الإجازة في القانون الخاص كذلك مصدر قانون منازعات الإجازة في القانون الخاص والعام ثم مصدر القانون المدني المعمق الإجازة في القانون الخاص كذلك مصدر منازعات الأعمال الإجازة في القانون الخاص ثم مصدر قانون الشغل والحماية الاجتماعية الإجازة في القانون الخاص وأخيرا مصدر الدراسات الدستورية والسياسية الإجازة في القانون العام إذن هذا هو من مصدر لكينين تودع ملفات ترشع بصفة شخصية ابتداء من يوم الأربعة 19 أكتوبر إلى غاية يوم الجمعة 21 أكتوبر بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية بالقناة طيرة من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال يعني ضروري كالدفع الملف من اللي تسجل في السيد ضروري يخصكم جمع الوتائق المطلوبة والدفع هام بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية بالقناة طيرة كي تكون ملف ترشع من الوتائق التالية طلب خطي موجه إلى عامية كلية العلوم القانونية والسياسية ثم مطبوع التسجيل القبلي يعني واحد وصل التسجيل من اللي تسجل في السيد ضروري على تحتفظ بهذاك المطبوع والدفع مع الوتائق ثم نسخة من شهادة الإجازة أو ما يعادلها ثم نسخة من شهادة الباكالوريا إضافة إلى نسخة من بيان النقاط الخاص بالإجازة هناك إن واحد ملاحظة بالنسبة للطلبات كلية العلوم القانونية والسياسية بالقناة التي ترى يمكن الاكتفاء بالنسخة المستخرجة من الفضاء الرقمي للطالب وأخيرا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وضرف مناء الحجم الكبير يعني هذه الوثائق اللي ستحتاجوا وهنا واحد الملاحظة في الأسفل يجب أن يتم إداع ضرف واحد يضم جميع الوثائق إضافة إلى وصلات تسجيل بالمسالك المختارة كما لاحظتم فهذا هو كل ما يخص عن الوثائق المطلوبة أما الآن سننتقل إلى شرح طريقات التسجيل أول حاجة أتقوموا بالدخول إلى رابط التسجيل بالنسبة الرابط أنا غادي نحاول نزل لكم صندوق الوصف أدار لكم هذه الصفحة الدورة في هذه النوفيل انسكريبسيون من بعد أدار لكم هذه المرحلة أتقوموا بملء المعطيات الخاصة بكم هذه المعلومات السهلة لا داعي لشرحها بالتفصيل كيف ما كتعرفوا بالنسبة لما استطر القناة راق فالتسجيل راق سهل يعني ما كيحتاج بالزاد الوقت أولا أتقوموا إدخال الرقم الوطني للطالب ثم نون بخينو يعني الإسم العائلي والشخصي هناك تختار الجنس وجدكره لأنت هنا أتقوموا كتابة رقم بطاقة الوطنية ثم دات دونيسونس ليو دونيسونس بمعنى مكان للزياد هناك تختاروا يعني المهناوش إتديون ولا صالحري إلى آخر نختاروا معلس بمثال طالب إتديون وهنا أتقوموا كتابة رقم الهاتف ثم أدغيس إيميل إضافة إلى أدغيس يعني العنوان هنا في المدينة بعد أن نتقلنا لمرحلة ديبلوم أولا هناك تختاروا يونيفيرسيتي يعني الجامعة اللي قرأتوا فيها ثم هنا أتقوموا إدخال آني دوباك بمعنى السنة اللي اخذتوا فيها شهادة الباكالوريا ثم كذلك هاتتختاروا السنة اللي اخذتوا فيها ليسونس يعني شهادة الايجازة وهنا هاتختاروا فيليغ دوليسونس بمعنى التخصص وشل الإيجازة في القانون الخاص ولا الإجازة في القانون العام أو لا دغوة فرنسي بيبليك إلى آخر على سبيل المثال نختار إجازة في القانون الخاص بالعربية وهناك تختارو بمعنى وش النظام القديم ولا الجديد نعملو نيفو من بعد يطلب منكم إدخال النقاط لجميع السوداسيات من إس آ إلى إس س وهنا في الأسفل يختارو لشواء دو ماستر كتختارو لشواء الأولى ثم لشواء الثانية يعني حتى لشواء سبعة اختارو على سبيل المثال لشواء الأولى منازعات الأعمال ثم القانون المدني المعماق إضافة إلى منازعات الأعمال يعني على حساب المثال شو نبغي تختار من بعد ما كتقوم إدخال جميع المعلومات أقوم بالضغط وتنتقدر قليلا إذن نضغط هنا ننتقدر ونعدر لكم الصفحة كين أمبريمي لروسي وهنا موضيفي لانسكيبسيو يعني إذا بغيت تصحح شي خطأ تقوم بالضغط موضيفي أما إذا تأكد بلي جميع المعلومات هتقوم بالضغط في أمبريمي لروسي أنا مثلا نتأكد بلي جميع المعلومات هنقوم بالضغط في أمبريمي لروسي باش نحمل واصل التسجيل كما تلاحظون لقد قمنا بتحميل واصل التسجيل بنجاح كما ترون وهنا في هذه الحالة قد تكون تم تعمل التسجيل في سكل ماستر بنجاح لكن كتبقى لكم مرحلة أخرى يعني كتجمع الوثائق المطلوبة وكذلك واصل التسجيل كالدفعها في كلية إذن هذه طريقة التسجيل في سكل ماستر بكلية العلوم القانونية بالقناة طيرة في الآخر كنتمنى لفديونا لإعجابكم وما تستوجد دعمني بالاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد وبالتوفيق والسلام ترجمة نانسي قنقر